هو ده الحلو بقى اللي يرطب على القلب بجد احلى حاجة في الموضوع انه هو مش بياخد وقت خالص تعالوا نبدأ بس قبل ما نبدأ لو عجبكم الفيديو فما تنسوش ان انتو تعملوا لايك وشير كتير ويلا بينا اول حاجة هنستخدم 150 جرام بسكوت سيادة يعني تقريبا كده 2 باكم البسكوت هنتحنوا في المطحنة كويس جدا او ممكن تكسروا باي حاجة بعد كده نضيف عليهم نص كوباية من الزبدة المتسيحة انا حطيت الاول ربع كوباية وبعد كده لقيت البسكوت محتاج تاني علشان ييمسك في نفسه كده ويكون زي حبات الرمل فحطيت ربع كوباية من الزبدة تاني بعد انفرقتهم كويس جدا كده نضغطهم كويس في ارضية الصينية وبعد كده ندخل صينية التلاجع علشان طبقة البسكوت تتماسق تعالوا وانشوف الطبقة التانية طبقة التانية عبارة عن كوباية من الزبادي وكوباية من الحليب البودر ونص كوباية من السكر أنا استخدمت علبة زبادي لما وزنتها كانت 170 جرام وكوباية الحليب البوضر كانت 100 جرام ونص كوباية من السكر برضو كانت 100 جرام هنضرب بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا كده في الكبة أو في الخلاط لو مش عندكم الكبة وننزل بي على طبقة البسكوت اللي هي أصلا خلاص باقت متماسكة جدا هنساوي كده الوش كويس وبعد كده هنحط الصينية في الراف الوسطى وننفي الفرن وهنشغل الشوائل مدة خمس دي بس على الطبقة دي هتكون متماسكة معنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده تعالوا بقى نجهز الطبقة التالتة لغاية من الطبقة الثانية تبرد هنجيب كوباية من المياه مياه عادية خاص وهنحط عليها باكو من الكريم كراميل ونحط عليها كمان معلقة من القهوة سريعية الزغبان أنا لقيت إن اللون باهت كده فنضفت معلقة من الكاكاو علشان يكون أغمأ شوية لو حبيتوا اللون فاتح كده فنضفوش الكاكاو بعد ما بنقلبهم على البارد بنرفعهم على النار ونفضل نقلب كده أول ما ياخدوا غلوة واحدة بس بندفل نار ونسيب الخليط يهدى شوية قبل ما نضيفه على الطبقة التانية والطبقة التانية في الوقت ده بتكون بردت برضه حطيت كده الطبقة التالتة وهسويها كويس وبعد ما تبرد هدخلها التلاجة أو لو مستعجلين دخلوها الفريزر لمدة نصص ساعة بس هتكون متماسكة وهتكلوها على طول بألف هنوشفة شايفين شكلها حلو ازاي؟ جربوها عشاء الزبادي هيحبوا الوصفة دي جدا شكرا